التقى وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة جوبا مع الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان في إطار الجولة التي يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان شهد اللقاء قيام شكري بتسليم رسالة من رئيس عبدالفتاح السيسي تتناول مستجدات الوضع في السودان والدور الهام لدول جوار السودان في المساعدة في حل حالة الأزمة الراهنة كما استعرض شكري الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر منذ بداية الأزمة مشيرا إلى استقبال مصر أكثر من ستين ألفا من أبناء الشعب السوداني الشقيق منذ بداية النزاع من جانبه ثمن رئيس جنوب السودان الدور الهام والقيادي الذي تطلع به مصر لمحاولة إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة تحافظ على استقرار ووحدة وسلامة السودان وشعبه الشقيق